موسيقى أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في السيديو الإخبارية والآن إلى العنوين 2014 عام استثنائي وشخصية سعودية الأكثر تأثيراً ونفوذاً في الشرق الأوسط الميزانية والإرهاب ومترو الرياض أهم الأحداث لهذا العام لم يكن عام 2014 عاماً عادياً فيما يخص الساحة السعودية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ومع تلويحة الوداع الأخيرة نسترجع معكم أبرز الأحداث المحلية لهذا العام وأبرز شخصية عربية أكثر تأثيراً ونفوذاً في الشرق الأوسط وأقرار أضخم ميزانية في تاريخ المملكة وأيضاً مترو الرياض وكل هذا سنتابعه في حلقة هذا المساء 2014 عام ميلادي آخر يلفظ أنفاسه الأخيرة حاملاً بين طياته العديد من المنجزات والأحداث الوطنية أبرزها تصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في هذا العام ثم مواصلة وزارة الداخلية إنجازاتها في الحفاظ على أمن الوطن من خلال مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وهذا حفظ العقول وإحباط آلاف الأطنان من المخدرات التي تقتل الأبدان والعقول أيضاً إنجاز آخر جديد حيث انطلقت إشارة البدء الفعلي للعمل في مشروع مترو الرياض الذي لا تنفك أعماله تهدأ أبداً والذي من المفترض أن يحدث تغييراً نوعياً في رسم ملامح العاصمة الرياض أخيراً وليس آخراً فقد ختم الوطن وعامه بأنباء إعلان الميزانية التي تحمل بين طياتها أرقام المليارات التي يتواصل صرفها على الصحة والتعليم والإسكان والمئات من المشاريع الخدمية الأخرى التي من شأنها أن تنهض بالوطن وتجعله في مصاف الدول المتقدمة الاستيديو الإخبارية منصور الأمير الرياض أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام يسعدنا أن يكون ضيفين الكريمين في حلقة هذا اليوم كلاً من الأستاذ خلف الشمري وهو عضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية سابقاً مرحباً بك أستاذ خلف أيضاً الأستاذ محمد العيدروس رئيس قسم الشؤون المحلية في جريدة الجزيرة مرحباً بك أستاذ محمد مرحباً أهلاً ومساء الخير أستاذ خلف أبدأ معك مجموعة من الأحداث حدثت في 2014 طبعاً إحنا حاولنا أن ننتقي أبرز هذه الأحداث ونبدأ بالشخصية الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط بحسب صحيفة فوربس الأمريكية حيث وردت شخصية خادم الحرمين الشريفين ضمن الأكثر شخصية تأثيراً من ضمن 70 شخصية تصدرت وكانت اسم هذه الشخصية في السبع الأوال نريد أن نعلق على هذا الحدث أولاً أريد أن أبتدي بالدعاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين في ظل الواقع الصحية التي يعاني منها وإن شاء الله أنه يعود سالماً معافاً لقيادة دفة المملكة العربية السعودية ليسير بها إلى الأمام على كافة الأصعدة سيدي خادم الحرمين الشريفين هو رجل استثنائي أولاً لأنه يقود اقتصاد من أكبر اقتصاديات المؤثرة في العالم كاقتصاد قوي السبب الآخر كذلك أنه يشرف على رعاية المملكة العربية السعودية والتي في قلبها الحرمين الشريفين وهذه أكبر أراضي مقدسة على مستوى العالم يتوجع لها مليارات المسلمين من كافة بلدان العالم كذلك يتميز سيدي خادم الحرمين الشريفين بالحكمة والرؤية والحنكة والعطف والنقاء وصفات كثيرة تؤهله بأن يكون شخصية فريدة وشخصية متميزة على مستوى العالم وعلى مستوى العالم العربي والإسلام وكذلك العالم نعم أستاذ محمد تعليقك على هذا الحدث نعم أنا أضم صوتي إلى صوت السرخلف وأبتهى لي للمولا عز وجل أن يديم الصحة والعافية على مقام مولاي خادم الحرمين ما يتعلق بقضية الاختيار خادم العرمين من قبل المجلة الأمريكية طبعا هي ليست ولدة اليوم وليست لأول وهلة طويل العمر حدث أنه يحصل على العديد من الجوائز والعديد من الاستثناءات سواء على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي الشيء اللي نحب نركز عليه أنه في العادة مثل هذه الجوائز أو هذه الشخصيات حينما تعطى لها معايير دقيقة ولها ظروف استثنائية ولا تعطى هكذا اجتهادا أو من باب المبالغة أو من باب المجاملة بالتأكيد خادم الحرمين يستحق هذا التصنيف خادم الحرمين لو استعرضنا تاريخه السياسي ليس وليد هذا العام منذ أن كان وليل العهد وهو يحصد الجوائز تلول الجوائز نقل المملكة إلى عصر مضي عكس السياسة المثالية لمملكة العربية السعودية مبادراته وأعماله الإنسانية لا تعد ولا تحصى فبالتالي هو أهلا لهذه الاختيارات أستاذ خلف ننتقل إلى الحدث الثاني ملف الإرهاب في المملكة العربية السعودية يمكن برزت أحداث عدة جعلت هذا الملف يلفت الأنظار حادثة الأحساء التي حدثت مؤخرا تعامل الجهات الأمنية مع هذه القضية هذا الملف لو فتحنا وتحدثنا عن وأبرز الأحداث التي تمت بماذا نبدأ؟ قبل ما أبدأ أريد أن أذكر أن الليلة أنا طلعت على خبر بفوز سيدي خادم الحرمين الشريفين بحكيم العرب وكان هذا استفتاء تم من خلال منظمة الشعوب والبرلمانات العربية وتم الاستفتاء على أكثر من 500 ألف مواطن في العالم العربي تقريبا من بداية 15 نوفمبر من الشهر الماضي وحصل خادم الحرمين الشريفين على لقب حكيم العرب فهذا إضافة لإنجازات وما ذكره الأستاذ محمد بأن الملك الذي يطول عمره الإنجازات والتمييز دائما لكن نعود إلى قبل ما نعود بما أنك رجعت لهذه القضية قضية المساعدات الإنسانية التي دائما ما نجد المبلكة متصدرة فيها بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين قضية يعقب عليها كثيرون إيجابياتها البعض ينظر لها أحيانا بمنظور سلبي والآخر بمنظور إيجابي يعني إنعكاسات هذه الأحداث كيف تكون على مستوى التأثير في العالم طبعا المملكة العربية السعودية بما وهبها الله من خيرات والحمد لله ودخل عالي وقيادة رشيدة ومواطنين يحبون الخير والحرمين الشريفين وأمور كثيرة فأعتقد أن كل هذه المساعدات بشكل أو بآخر هي تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية سواء لدعم أشقاء أو أخوان في بلدان عربية أو إسلامية أو حتى في بعض الأحيان للقيام بدور يجب أن تقوم في المملكة العربية السعودية على مستوى العالم عند مساعدتها لتلك البلدان يعني هذه الأموال لا يعني ليس دعم عبثي أو ليس دعم كذا إنما هو دعم له مردود وأكيد هناك رؤية ثاقبة وحكيمة من قيادة المملكة العربية السعودية عندما توجه هذه المساعدات لأي بلد وأعتقد أنه يعني تصب في مصلحة المملكة العربية السعودية لتفادي شرور أو لاتخاذ أدوار يعني تليق بالمملكة العربية السعودية أو من شكل إنساني والمساعدات الإنسانية طبعا طائلة وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الداعمين لكل الصناديق الخيرية في العالم وهذا طبعا خلق العربي وخلق المسلم وخلق الذي وهابه الله شيء يعني الشكر النعمة يعني أحدى يعني هذا الإنفاق لمن يستحق هذا الإنفاق طيب هو عفوا معلش هو أيضا أستاذا يعني حكمة المليك في المساعدات إنها اتجهت شمالا شرقا جنوبا وأغرب يعني حكمة المليك في المساعدات إنها لم توجه إلى دول معينة أو انتماءات معينة كانت مفتوحة كانت تخاطب الإنسان كإنسان فلم تنظر لا للجنسية ولا للمذهب الديني وعشان كذا شفنا أنه جميع المساعدات وصلت لقاسي الأرض فلم تنظر المملكة أو لم ينظر خادم الحرمين شخصيا إلى قضايا مدى قوة العلاقات مع هذه الدولة أو هذا الحزب أو هذه المنظمة فكانت تخاطب الإنسانية بمعناها المجرد يعني اعتبارات الإنسانية صحيح أستاذ خلف نعود إلى قضية ملف الإرهاب وأبرز الأحداث التي حدثت في هذا الملف ونعلق أيضا على حادثة الأحساء التي كانت القضية التي لفتت الأنظار في هذا الملف طبعا أول حاجة أنه تم اتخاذ قرار بتجريم الذين يخرجون من أبناء المملكة العربية السعودية أو الذين يثيرون المشاكل والقلاق سواء بمساعدة الفتن في دول أخرى أو داخل المملكة العربية السعودية وهذا التشريع كان تشريع رائع جدا المملكة العربية السعودية الحمد لله يعني الشعب متكاتف مع القيادة محب لبعضه يعني قضية أو جريمة الدلواء يعني كانت جريمة قد تكون متقنة لو لا يعني توفيق الله ومحبة أبناء المملكة العربية السعودية لوطنهم ولأمنهم والاستقرارهم وإلا كان أدت هذه الجريمة إلى عواقب سلبية وإلى تطورات وكان هذا الهدف منها وأنا أعتقد أن الهدف هذا ليس هدفا داخليا يعني نحن نفذ بأيدي سعودية ولكن هذه أهداف خارجية لا يريدون للمملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار والتقدم والتطور والاستمتاع بخيرات البلد فدائما ما يجدون أشخاص لأسباب معينة أو لطموع معين اعتقادا منهم أنهم يؤدون رسالة معينة وبالتالي يتسببون في ضرر وفي قتل أبناء المملكة العربية السعودية ويدمرون مدخرات المملكة العربية السعودية ويحاولون أن يثيروا الفتن والقلاقل وأن يضعفوا الأمن ولكن دائما بفضل الله يعني قضية الدلوا هي قضية رائعة جدا لقدرة وكفاءة الأمن في المملكة العربية السعودية ليبرهن لإخواننا في منطقة الإحساء بأن المواطن هو مواطن لدى رجل الأمن سواء كان في شرق أو في غرب أو في وسط أو في شمال أو في جنوب المملكة أنه يحظى بكل الاهتمام وكل الدعم وبكل ينظر رجل الأمن للمواطن كمواطن بصرف النظر عن أي شيء وفعلا رجال الأمن حققوا إنجاز رائع جدا تحت قيادة سمو وزير الداخلية وتحت القيادات في الأمن فلم يصدق أكثر الناس أن يتم السيطرة أو الوصول إلى المتسببين في هذه الجرائم البشعة الجرائم الرديئة يعني إلا بعد أن تم القبض عليهم ولا نجد أي سبب ولا أي مبرر أن تقتل مواطن أو تتسبب في مشكلة تعود علينا في أمننا وفي استقرارنا في تنقلنا في حياتنا في عيشتنا في كل شيء يعني لا يهدف لهذه الأهداف إلا إنسان يكره المملكة العربية السعودية يكره كل مواطن في المملكة العربية السعودية يكره كل خير وكل نعمة وكل فضل في المملكة العربية السعودية لأنه لا يوجد لها مبرر إلا هذه المبررات صحي أستاذ محمد القضية التي أشار لها الأستاذ خلفي أنه بالفعل كانت المراد منها أن تكون شرارة لإحداث فرقة بين طوائف معينة في المجتمع لكن العكس حدث تعليقك على تفاعل أبناء الوطن مع هذه الحادثة ممن ينتمون إلى مذاهب مختلفة بالتأكيد كان التفاعل مبهج جدا إحنا شفنا صور كثيرة يمكن نشرت في وسائل الإعلام أن أهالي الأحسى يطلعون في مظاهرات مؤيدة للدولة ومؤيدة لرجال الأمن يحملون لوحات تعكس اللحمة الوطنية الواحد وهو عكس ما كان متوقع أنه الآخر ما أدري هي يمكن كانت جريمة الأحسى الأكثر بشاعة والأكثر تعاطي من قبل الأجهزة الأمنية في سرعة ضبط الجناة بس طبعا في قضايا رهابية كثيرة تعاطت معها الأجهزة الأمنية وقدرت أنها أيضا توصل إلى مرتكبيها فيه يمكن حالتين جميلة صارت في حادثة الأحسى أنه إحنا يمكن شفنا نوع من التكاتف من أعلى القيادة الأصغر مواطن مع هذه الحادثة رأينا أصحاب السمو الملكي الأمرة ابتداء من السمو وزير الداخلية إلى سمو الأميرة المنطقة يذهب إلى أسر الشهداء ويجلس معاهم ويواسيهم وجدنا التفاعل الاجتماعي وجدنا وفود تأتي من جميع مناطق المملكة علشان تقوم بواجب العزاء ومؤازرة أسر الشهداء والتخفيف عنهم هذا طبعا شيء جميل ويمكن تجسد في حادثة الأحسى تحديدا بس عامة أستاذة في التعاطي مع القضايا الإرهابية خلال هذا العام اللي نعرفه نحن أنه أغلب الدول تتعامل بمحورين يأما قضايا أنك تهمشي الجانب الأمني أو أنك تتعاملين بقسوة متناهية اللي قاعد يصير في المملكة العربية السعودية بتوجيه من الملك وبإشراف مباشر من الأمير محمد على الأرض التعاطي يعني بمحور القوة والحزم وفي نفس الوقت بمحور الإنسانية المتناهية والتعاطي الجميل مع الأسر الضحايا مع أسر حتى المغرر فيهم وليست الحزم فقط وهو يعني ما نرى يوميا طب هذه نقطة مهمة أستاذ خرف يعني قضية أننا نتعامل أحيانا بإنسانية ونخفف من قضية الحزم في التعامل مع هذه الأمور يعني محادثة الأحسان من المعلوم أنها قامت من قبل أشخاص كان لهم يعني سوابق في هذه القضية مما يجعلنا نتساءل هل برنامج مدى نجاح برنامج المناصحة الأساليب الفعلية التي يجب أن نتعامل معها لمحاربة هذا الفكر أنا أعتقد أنه يعني مشكلة الدلواء طبعا هي مشكلة يعني مشكلة بشعة بكل المقاييس وكانت تهدف إلى أهداف سيئة وشريرة بدون أدنى شك ولكن يعني هذه المشكلة قلبت أكدت لأطراف يعني كانت قد لا تكون تفهم يعني كل طرف ينفع في الطرف الآخر وبالتالي أكدت أن المواطن هو مواطن في المملكة العربية السعودية سواء كان فيه شرق أو شمال أو غرب أو جنوب المملكة العربية السعودية المواطن هو مواطن دمه عزيز لدى أي رجل أمن ومن سيدي خادم الحرمين الشريفين إلى سمو سيدي ولي عهد إلى إلى كل المسؤولين التعاطي مع هذه الجريمة والتي تم الحمد لله يعني تم استيعابها من قبل كل المواطنين في المملكة العربية السعودية وتم التعاطف من شرق المملكة إلى غربها من شمالها إلى جنوبها مع هذه القضية التي كانت لو الله يعني مكنهم من الاختفاء ومن الممكنه كان أوجدت كثير من الفتنة والمشاكل ولكن أثبت أن المواطن هو مواطن لدى رجل أمن رجل أمن ينظر للمواطن بعين متساوية في المملكة العربية السعودية قيادة المملكة العربية السعودية تنظر إلى المواطن في كل مكان في المملكة العربية السعودية بنفس المستوى ونفس النظرة يتم معاملته المواطن هو مواطن عندما ماتوا إخواننا في الدلواء كلنا تأثرنا وكلنا يعني صعقنا لهذا الخبر وعندما تم القاء القفض على هؤلاء المجرمين كلنا فرحنا من شرق إلى شمال إلى جنوب المملكة العربية السعودية كلنا فرحنا وابتهجنا بهذا الإنجاز الذي يقوم به رجال الأمن وعلى رأسهم سمسيدي وزير الداخلية والذي يستحقون منه كل الشكر وكل الاحترام وكل الثناء لكل رجل الأمن من الجندي إلى الفريق إلى كل شيء لأنه نحن نأمن في بيوتنا وفي محلاتنا وعلى أبنائنا وكل شيء لأنه هناك رجال يعملون بمحبة وبعدل وبإخلاص لحماية المملكة العربية السعودية وحماية أبنائها نعم في قضية رجال الأمن أستاذ محمد نريد أن نعلق على رجال حرس الحدود حادثة شرورة وغيرها من الحوادث تجعلنا نفهم قيمة هذا العمل الأمني الذي لا يكون ظاهر لنا أحيانا إلا وقت الأحداث نلتفت إلى فعلا الجهود التي يقومون بها رجال الأمن في هذه الأماكن ومدى خطورتها وحساسيتها أيضا بالتأكيد هي طبعا جميع القطاعات الأمنية تعمل في منظومة متكاملة لكن يمكن للأفراد حرس الحدود أفراد المخدرات الأفراد المناطبهم إدارة العمليات الإرهابية أنا التصور هؤلاء يحتاجون للمزيد من الدعم لاستحداث صناديق لدعمهم لدعم الأسر ما يتعلق بالإسكان بالحوافز الإيجابية بالتأكيد طبعا هناك في دعم مباشر يحظون بهم من وزارة الداخلية ومن الأمير محمد شخصيا ولكن هؤلاء أيضا يحتاجون أقل بدعم معنوي نظرتنا لهم يعني تقيمتهم في المجتمع لأنهم يقومون بأدوار كبيرة جدا ويكفي فقرا أنه بفضل هؤلاء الرجال سواء في المخدرات أو في حرس الحدود أو في قوات الطوارئ الخاصة أنه أصبحت الوزارة الداخلية في المملكة محط أنظار أصبحت هناك طلبات تأتي من دول خارجية للاستفادة من التجربة السعودية في التعاطي يعني سواء في الحج في إدارة حشود الحج في التعاطي في عمليات المداهمة والتتبع الأمني وهذا طبعا فخر للمملكة الارهابي نعم طيب نحن بنقفل هذا الملف ننتقل إلى بدء أعمال التنفيذ لمشروع قطار الرياض يعني يمكن هذا أبرز أحدث يعني نعول عليه كثيرا نظرتك لهذا المشروع طبعا المشاريع الاستراتيجية والتي منهمت يعني قطار الرياضة يعني مشروع استراتيجي ضروري للمملكة العربية السعودية ضروري أن يكون في عاصمة المملكة العربية السعودية هذه الوسيلة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية سواء في عملية خفض الاستهلاك للوقود خفض التلوث سهولة الانتقال يعني أمور كثيرة تؤدي لهذه وأنا أعتقد أنه أتمنى أن نشاهد هذه الخطوة في مدنة العزيزة جدة وفي منطقة الشرقية وفي شمال وفي جنوب المملكة العربية السعودية بدون أدنى شك بدون أدنى شك أنه هذا مشروع يكون مشروع رائد ومشروع جبار خصوصا إذا علمنا أنه سينقل يعني يمكن مليون وخمسمائة ألف في بداية التشغيل وسيصل إلى ثلاثة مليون يمكن وستمائة ألف راكب سنويا لأن الرياض ستنمو يعني خلال العشر سنوات ستصل إلى يمكن ثمانية مليون أو تسعة مليون مواطن سيكونون فيها وهذه طبعا لكن تتخيلي الطرق والازدحامات وما يترتب على الازدحامات من ضجر ومن ضيق في الخلق لدى بعض الآخرين وقد ينتج عن مشاكل وقد ينتقل عن طبعا تلوث بيئي وأمور كثيرة أعتقد أنه هذا مشروع جبار ومشروع مهم ومهما ينفق على هذا المشروع يعني هو تم انفاق حول 22 مليار وشوي دولار لكن أنا أعتقد أنه مهما ينفق هو في الاتجاه الصحيح وفي الوقت الصحيح لو كان طبعا أبكر بسنوات كان أفضل ولكن دائما نقول جيد وأنا أتمنى أن تتبع هذه الخطوات أخرى في مدن مملكتنا الحبيبة إن شاء الله طيب نسبة الحوادث سيد محمد هل تعتقد أنه بيكون انعكاس يعني في تقليل نسبة الحوادث بأننا نحتل يعني مراكز متقدمة على مستوى العالم في نسبة الحوادث ما أعتقد ليس بالضرورة لأنه يعني مهما كان هذا مشروع كبير لكن هذا لا يعني لا يعني بالضرورة أن تتخلين عن سيارتك أو تتخلى عن سيارتك صحيح لكن الاقتضاد يمكن لها علاقة هو يمكن الإيجابية الجميلة تخفيف الزحام نوعا ما طبعا المشروع كبير المشروع طبعا نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي نحن يمكن نعتبر نفسنا متأخرين نوعا ما مقارنة بدول يمكن أقل إمكانيات استدخلف لكن كون أنه يبدأ المشروع ينفذ في حد ذاته جميل طبعا بواكب المشروع نزع ملكيات العقارات بواكب المشروع احتمالية أنه تأجيل بداية اليوم الدراسي لبعض المحطات اللي مر فيها الجميل في المشروع أنه ارتبط بشكل مباشر بأمير الرياض وبمعدل كل ثلاثة سابيع هناك اجتماع دوري لمتابعة سير المشروع زائد مشروع الحافلات هذه طبعا من الخطوات الإيجابية طبعا هو التحالف دولي كبير طيب أربع سنوات تشوف أنها مدة زمنية ملائمة لتنفيذ مثل هذا المشروع طبعا هذه ملائمة بالنظر إلى قضية تضاريس الرياض تعالج الرياض مناطقها طيب هي أربع سنوات استدخلف يقول لو أنجز المشروع خلال أربع سنوات بيكون جدا ملائمة بس في هناك رؤية تقول أن أربع سنوات يمكن تكون قليلة لتنفيذ مشروع مثل هذا وأنه بيكون أحد المشروعات أحيانا اللي يصير فيها تعثل مثل باقي المشروعات في الدولة والله إذا علمنا أن طول الخطوط للقطار ستصل إلى 176 أو 167 كم طولي طبعا سيكون في ست خطوط رئيسية والاتجاهات سيغطي كل اتجاهات الرياض وطبعا ما يواكب هذا العمل من تعطيل أحيانا من بعض المواطنين في عملية التعويضة وعملية الحاجات هذه أنا أعتقد أن أتمنى أن ينطلق في 2018 ولكن إذا لم ينطلق في 2019 و2020 برضو شيء جيد أنه إن شاء الله ينطلق حتى لو تأخر سنة سنتين نتحمل هذه المشروع الجبار الاستراتيجي وننتظر إن شاء الله وتنتظر ابناء إن شاء الله نستخدم هذه الوسيلة المهمة والتي تؤدي بدون أدنى شكلة إلى نتائج إيجابية إن شاء الله وطبعا كمان الهم من كده أنه نحاول هذه الفترة القادمة نكثف يعني عملية تثقيف المواطن بما هي القطار إحنا لازال لازال عندنا ترى يعني يعني عدم التعاطي ما عندنا ثقافة المترو وثقافة القطار في الرياض فأنا أتصور يمكن ناس كثير تأخذوا أول شيء على سبيل الترفيه لكن كيف إحنا نغرس أنه كيف المواطن أو المقيم يبدأ يتعاطى مع المترو متى يركب المترو وشي الإيجابيات اللي ممكن تترتب عليه قضايا الزحام يعني لا ننظر مثلا في البداية أنه والله مترو أو قطار بيشتغل ممكن أنه اليوم استخدمه وبعد كده أنساه فهنا عملية الثقافة هذه مهمة جدا طيب أستاذ خالف يعني هل تعتقد أنه فعلا بيكون هناك ثقافة معينة ما تخلينا نتفاعل يعني مع ال هي أنا أعتقد يعني يمكن هو يعني جزء من المواطنين يعني أكيد حيتبعون الخطوات اللي لازم اتباعها في التعاطي مع المترو ولكن أعتقد يعني لا أقترح لأنه نعتقد أنه هذا القرار يمكن يكون موجود واللي هو زيادة كلفة المشتقات البترولية حتى أنه يعني نعرف نحن القطار حيوفر تقريبا حوال 400 ألف لتر من الوقود سنويا حيخفف التلوث يعني كذا وكلنا الشركاء في هذا فأنا أعتقد أنه مع جهوزية المترو حيكون هناك قرارات لزيادة أسعار المشتقات البترولية حتى أنه تجبر الأشخاص الذين بإمكانهم الانتقال أو استخدام وسيلة المترو أنه ما يستخدم للسيارة فأعتقد أنه حيواكب هذا المترو وقرارات في زيادة الأسعار صحيح لكن أستاذ محمد تتقول يعني المقيمين يمكن المقيمين بالعكس بيكون أكثر توجه لاستخدام المترو بأنه يعني يوفر عليهم تكلفة في هذا الجانب يعني وشون بتردعهم الثقافة في السرح؟ بس حتى هؤلاء المقيمين يعني قامتهم الطويلة في المملكة يمكن جردتهم من ثقافة التعاطي مع المترو ومع القطار يمكن المقيم اللي مثلا في الرياض مو زي اللي مقيم مثلا في دبي مو زي اللي مقيم مثلا في دولة أخرى فيها مترو فبالتالي اختفت هذه الثقافة كيف إحنا نغرس هذه الثقافة؟ كيف يتعامل مع المترو؟ هذه أهم خطوة طيب وتتوقع هل النساء بيكون أكثر استخداما للمترو بما أنهم يعني هو أنا أتصور طالما أن أسند المشروع إلى الهيئة العلي لتطوير الرياض وهذا الجهاز يعني من خلال مشروعات سابقة يمكن استدخلف أثبت نجاحات كبيرة سواء في طريق الملك عبد الله في منطقة قصر الحكم يعني دائما المشروعات التي تسند إلى الهيئة دائما تكون بشكل جميل يعني على الأرض فهم أكيد بيطلعون لوائح معينة ضوابط بالتأكيد أن النساء بيكون لهم دور بالذات الطالبات الجامعة الموظفات بس ما هي الآلية؟ صحيح يجب أنه يعني إضافة دائما نحن يعني نعول على الدولة أنه مثلا تصدر تشريعات أو تنظيمات أو تطور أو تحسن أو شيء ولكن نحن نكون سلبيين في التعاطي مع بعض الأمور هذه وتجد يجد متخذ القرار أنه تخذ قرار في اتجاه معين وأنفق مبالغ طائلة ولكن لم يتم الاستفادة منه بالشكل المطلوب يجب على أبناء المملكة العربية السعودية خصوصا القاتنين في منطقة الرياض من مواطنين ومن مقيمينهم يتساوون يعني أصبحوا كلهم يعني شيء واحد أنه يعني بقدر المستطاع أن يخفف استخدام السيارة ويستخدم المترو إذا كان هناك يعني إذا كان يحل مشكلة له لأنه يجب أن نشجع ونعزز كل شيء إيجابي لأنه هذا المشروع هو يصب في مصلحتنا في مصلحة مدينة الرياض طبعا مصلحة المملكة فيجب أنه إحنا دائماً ما نكون سلبيين صحيح يعني إذا عرفنا أنه الإنفاق عليه حيكون حول 22 مليار و 500 مليون دولار تقريباً على هذا المشروع هذا يجب أنه إحنا نستخدمه يجب لأنه مشروع يعني أكيد أنه مدروس وأكيد أنه متقن في الدراسة طبعا يجب أنه إحنا نشجع لأنه لما نستخدمه حنشجع الدولة أنه تنشئ مشاريع أخرى لأنه المواطن استفاد منها والمقيم استفاد لكن لما تنفق الدولة مبالغ طائلة على مشاريع وإحنا نكون سلبيين ما نستخدم هذه فمعنات أنه كأنه يعني المشروع هذا لم يكن مجدي فأنا أتمنى إن شاء الله أنه يعني كلنا نستخدم المترو مش كمواطن لا نستخدم إن شاء الله كوسيلة انتقال من النقل صحيح إيجابية يعني طيب إذا ما تحدثنا عن قضية نسبة الحوادث رؤية الأستاذ محمد يقول أنه يمكن ما ينعكس بطريقة معينة أو مجدية أو مفيدة في قضية تسبة الحوادث هل تتفق معه في هذا الجانب؟ أنا يمكن أختلف معه طبعا هذه تحتاج إلى دراسات عشان تصليني إلى النتيجة هذه لكن أنا توقع الشخصي أعتقد أنه سيكون لها مردود لأنه كثير من الحوادث تنجم عن نوعين من الأشخاص يا أما متهور أو شخص ما يحسن القيادة وإذا لاحظنا أنه أكثر الحوادث يكون فيها طرف شخص لا يحسن القيادة أكثر الحوادث المتهورة العنيفة هذا الناس المتهورين في أماكن معينة وطرق معينة يعني المتهور ما يعمل حادث في الازدحامات يعملها في الطرق السريع يعملها في أماكن معينة لكن اللي يعمل حوادث في الأماكن المزدحمة أو في الشوارع لهذا هو الشخص الذي لا يحسن القيادة لكن مضطر أو مجبور أو مجبورين مجموعة من الأخوان العمالة اللي موجودين في المملكة العربية السعودية مثلا في مدير الرياض أنهم يتشاركون في سيارة تنقلهم وتردهم لأنه ما في وسيلة اتصال مناسبة وسعرها معقول يمكنهم من منزلهم إلى العمل والعودة فبالتالي يتشاركون في سيارة وتكون القيادة بشكل غير جيد يمكن ما يكون رخصة غير هذا يمكن يكون العمر أو شيء أعتقد القطار زي ما كان ساهر خفف نسبة الحواظر نسبة التهور وعى الناس أعتقد أن هذا المشروع حتما سيؤدي إلى توعية وإلى الحد من بعض الحواظر نقطة مهمة أشار لها الأستاذ خلف قضية عدم الاحترافية في قيادة السيارة تترتب أو تحدث نتيجة عاملين أم استقدام أعمال غير متدربة واحترافية في هذا الجانب وتسليمهم السيارات أو أن عندنا ثقافة معينة لا تجعلنا نقود بطريقة سليسة وسليمة بدي أن تعلق على هذه النقطة قبل أن نقفل هذا الملف بما أن قضية المرور والإشكاليات الواقعة يعني هي حديث الشارع والكل متأزم من الوضع القائم كلامك صحيح أنا بس أريد أن أستشهد بواقع صارت في بريطانيا سائق بريطاني على مدى ستين عام أعتقد لم يرتكب حادث فتم استدعاءه وتم تكريمه من قبل ملكة بريطانيا فسؤل أكثر من ستين عام بدوم وخالف مرورية فأجاب أني أنا لما أقود السيارة أتوقع أن جميع من حولي مجانين وأنا فقط العاقل فلهذا سلمت أغلب الحوادث ليس بالضرورة سببها السرعة الجنونية أو التهور مشكلتنا تحديدا في العالم العربي أو الخليج تحديدا أنه من يقود السيارة يقودها تحت ظروف معينة بمعنى يقود السيارة وهو منشغل بالمنزل وهو يتحدث بالجوال وهو تحت ضغوط العمل وهو تحت ضغط نفرزة معينة هذا السلوك العصبي ينعكس خلال القيادة في تهور ماء في اتخاذ قرار خاطئ المفترض وهذا الآن ليتقايني قاعد يطبق في أوروبا حطين لوحات في بعض الميادين يناشدون السائقين أنه من يرى نفسه عصبي أو في هذا الموقف تحديدا يعني ليس في مود أنه يقود السيارة أن لا يقود أما أنه يتولى القيادة وهو مشبع بالمشكلات ومشبع بالجوال وبضغوط العمل أكيد أنه ينعكس الحوالي طيب سيد خالف يعني أخيرا قضية السائقي الأجرى الذين يتجولون بسرعة في الشوارع ويقودون بطريقة متهورة يعني هناك قرار في اتخاذه يعني إيقافهم في أماكن معينة مخصصة والقدوم بواقع اتصال كيف تجد إشكاليتهم في هذه الأجرى؟ طبعا دائما يعني لما تحل المشكلة تخلق مشكلة في مكان آخر القيادة المتهورة سببها أنه يمكن يجب أن يحقق قائد هذه المركبة سيارة الأجرى أو اللموزين يجب أن يحقق مبلغ معين وبعد كذا يبدأ هو يحقق الفائدة له فهيصير يعني يقود السيارة بطريقة يبغى بس يدخل هالمبلغ ويدخل المبلغ اللي هو بعده يعود إلى جيبه فأنت لما توقفهم تخلق مشكلة لمواطن آخر أو لشخص يريد استخدام هذه الوسيلة ولكن يقعد هذا واقف هنا والمواطن الثاني مثلا أو المحتاج للخدمة واقف في مكان ثاني لا يمكن أن يلتقيها إلا إذا اتصلوا ببعض وهذا فأنا أعتقد أنه يجب دائما أننا لما نريد أن نعالج مشكلة أن نتجي تحديد المشكلة تحديد المشكلة في قيادة اللموزين أو في سرعة متورم هو الالتزام قد يكون مع صاحب شركة اللموزين أنه يدفع مبلغ معين يوميا وبالتالي الفائض على هذا المبلغ هو يعود له فأنت يجب أن تحد من هذا النظام حتى أنك تساعد الرجل يسوق بطريقة متزنة وطريقة متوازنة وطريقة ما تدلشة إلا أنه حتحل مشكلة وتخلق مشكلة في مكان آخر ليش؟ لأنه أنت ما حددت السبب الصحيح اللي أنت تعالج عليه المشكلة نعم يعني أتوقع أنهم في طور تنظيم هذه الإشكالية بوضع شركات كبرى مختصة بوسيلة النقل هذه طيب نقفل هذا الملف أخيرا نتحدث في ملف إقرار الميزانية العامة للدولة واستمرار الإنفاق على القدمات والمشاريع يمكن اللافت في ميزانية هذه السنة أن هناك الإنفاق الحكومي مستمر بل أنه يتميز عن السنة الفائتة بإنفاق أعلى نريد أن نعلق على هذه النقطة طبعا المملكة العربية السعودية بفضل الله يعني قيادتها من الموحد الملك عبدالعزيز رحمة الله عليه إلى الملك سعود الملك فيصل رحمة الله عليه من الملك خالد إلى الملك فهد الله رحمه إلى الأمير سلطان إلى الملك عبدالله إلى الأمير سلطان رحمة الله عليه إلى الأمير نايف إلى أخوانهم أشقانهم اللي توفوا الحقيقة فالمملكة العربية السعودية دائما قيادتها تنظر لأبناء المملكة العربية السعودية بنظرة راقية وبنظرة يعني يريدون أن يحققوا قمة الرفاهية لأبناء المملكة العربية السعودية واضح ذلك من خلال المشاريع من خلال الطرق من خلال الجامعات من خلال الأمور كثيرة التي يتم إنفاقها في المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية تنفق ميزانيات يعني أنفقت في 2008 و2009 يعني أنفقت ميزانيات وكانت دول تعتبر من أهم خمس دول على مستوى العالم أو من عشر دول كانت يعني معرضة للإفلاس إذا استعرضنا إسبانيا استعرضنا إيطاليا استعرضنا دول كثيرة كانت تتعرض والمملكة كانت تنفق أكبر ميزانيات في تلك الفترة الفترة العصيبة اللي مرت على أمريكا ومرت على كل الدول مملكة العربية السعودية رفاهية المواطن خدمة المواطن هذا التزام لدى قيادة المملكة العربية السعودية ويوجد من المبررات التي تدعوهم إلى خفض الميزانية ولكن بفضل الله كل سنة يعني لا نجد الأعذار نجد الإنفاق لرفاهية المواطن يعني كل سنة تزيد كل سنة نقول هذه السنة يعني الله يرحم من وقت الملك خالد كل سنة يقولون هذه الميزانية أضخم ميزانية تجي الميزانية اللي بعدها بفضل الله أكبر وتجي الميزانية اللي بعدها أكبر ودائما إن شاء الله المملكة العربية السعودية مدام فيها يعني هذا الحب وهذه اللحمة بين القيادة وبين أبناء وبنات المملكة العربية السعودية بين هذه الأهداف الإنسانية التي تمثلها المملكة العربية السعودية في دعم كل محتاج في كل مكان في الكرة الأرضية رعايتها الحرمين الشريفين فالحمد لله فأعتقد أنه دائما تتنهز الدول وحن الحمد لله اقتصادنا دائما يكون قوي وانفاقنا يكون قوي لكن احنا كمواطنين والسؤال هذا يعني لما نتكلم عن الميزانية مثلا لما نقول لك أنه التعليم يأخذ 25% من الميزانية يعني هذا مبالغ طائلة احنا كمواطنين نعرف أنه يتم انفاق ربع الميزانية ربع الـ 875 مليار ربع تروح للتعليم طيب احنا كمواطنين ايش اللي المفروض نكون أخذنا من هالميزانية لأن هذا المبلغ حينفق تعلمنا ما تعلمنا استفدنا ما استفدنا معلمين عملوا بأمانة مدرسين للدكاترة في الجامعة ولا ما عملوا فيه مبلغ حينفق احنا كمواطنين يجب أن لا يهدر هذا المبلغ ويجب أن نستفيد احنا منه الاستفادة القصوى المياه يتم انفاق عليها المياه مبالغ طائلة احنا نهدر احنا كمواطنين نهدر مليارات الريالات على الوقود البنزين وما البنزين اللي هو مثلا فيه مشاوير وفيه دوران ما له اي داعي طيب هذه مبالغ احنا لو كمواطن حس الانسان ان هذا المبالغ انا اوفرها معنات انه تنعكس على مشاريع اخرى التعليم مبالغ طائلة تنفق طيب احنا نروح ما نتعلم اللي يغيب واللي يتأخر واللي يدخل عندك المعلم على ما قاله ويسولف معك والدكتور اللي في الجامعة يعني يجي يوم ويغيب خمسة ايام طيب هذه مبالغ طائلة تنفق 25% احنا يجب ان نستفيد يعني لما تنفق الخمسة وعشرين وهذا دور المواطن الدولة تنفق وتنفق بسخاء وتنفق لرفاهية المواطن لكن حنا كمواطنين يعني مبالغت هذا ولكنه ما نستفيد منها يجب ان نستفيد ويجب ان نتقدم ويجب ان نتعلم ويجب ان نحصل على وظائف ويجب ان نعمل في المملكة العربية السعودية ويجب ان نحصل حتى خارج المملكة العربية السعودية نعم استاذ محمد المواطن ودوره وعلاقته بالميزانية والهدر والتوفير رؤيتك لها أنا أشوف طبعا هناك تفاعل جيد من المواطن تجاه الميزانية لرقام تبشر بالخير نحن نعرف طبعا أنه داما نتائج الميزانية تحكمها القضايا السياسية الآن العالم في حالة الطراب من روسيا إلى أمريكا الاقتصاديات العالمية قاعدة تتدهور فهذا انعكاس طبيعي انعكاس أيضا لانخفاض سعار النفط اللي هوت بشكل مفاجئ هذا طبعا بتأثر في الميزانية لا يغيب عن أنظارنا المملكة دولة محورية لها التزامات إسلامية والتزامات أيضا تجاه المجتمع الدولي بالتأكيد جات الميزانية بشكل جيد نوعا ما هناك تطمينات من القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين من ولي العهد حينما على الميزانية أنه لن يتم المساس بالأمور الحياتية اليومية للمواطن سواء الصح أو التعليم استمرار برامج الابتعاث أيضا قبل أعتقد يومين كانت تصريح لوزير المالية أنه لن يتم المساس برواتب موظفي الدولة هذه هي الخدمات الأساسية بإذن الله متوافرة للمواطن وهو ما يجعله مطمئنًا آمنا طبعا الدولة قاعدة تتحرك الاقتصاديين أيضا يفكرون بصوت عالي لمحاولة البحث عن إيجاد بدائل لهذا النفط طبعا في المستقبل الغريب وجميع هذه المقاومات والألحة تتوافر في المملكة سواء في البترو كوميات في المواد الطاقة الأخرى بحث يكون هناك توازن اقتصادي ما بين النفط كسلاح استراتيجي وما بين البدائل الأخرى لكننا نشوف المستقبل يبشر المواطن قاعد يتفاعل بشكل جيد جميل أستاذ خلف قبل قليل تحدث عن المواطن ودوره في عملية المحافظة على الميزانية والهدر نريد أن نتحدث عن دور المسؤول أيضا هناك جهات معينة مناطب بها إقامة مشاريع يعني عائدة بالتنمية على المجتمع نحن نرى أحيانا زيادة في الأنفاق كل سنة على هذه الجهات لكن في المقابل تحدث لدينا أو نستطلع تعثر في المشاريع مشاكل أخرى تتعلق بهذا يعني أين دور المسؤول في هذا؟ طبعا نحن الآن يعني خلال 2014 أنتم تحدثون عن ما تم في 2014 في هذه الحلقة يعني تم تغيير وزراء يعني نقدر إن شاء الله دوارهم بكل اقتدار ونشكرهم على الفترة التي قضيناها معهم كوزراء على وزراتهم وقدم وزراء جدد الآن نتمنى لهم كل التوفيق نتمنى دائما قيادة المملكة العربية السعودية سيدي خادم الحرمي الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير سلمان وسمو سيدي ولي العهد دائما يتحدثون ودائما يطالبون بتحقيق الرفاهية لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية المشكلة قد تكمن أو قد نلاحظ أحيانا أن بعض الوزارات لا يوجد بينها انسجام يعني كأن هذه وزارة في عالم وهذه وزارة في عالم آخر وتجد من الازدواجية وتجد من التنصل وتجد من التهرب من بعض الأمور يعني لم أو يقل أن تجد وزارات مع أنهم يلتقون في مجلس الوزراء كل أسبوع يعني تجد أحيانا أنه يعني كل أحيانا وزارة تغرد في اتجاه وزارة أخرى تغرد في اتجاه آخر ولا يوجد استراتيجية تجمعهم ولا يوجد ما يفصل التداخلات التي بين هذه الوزارات إذا صار في شيء حاولت بعض الوزارات أن تستقطب على هذه التوجهات أو هذه الخدمات التي تقدم وإذا حدث هناك مشكلة قال والله نتشارك مع الوزارة الفلانية ولا هي مسؤوليتنا مسؤولية الوزارة أنا أعتقد أنه الآن دور تنظيم الوزارات وتحديد مسؤولياتها وعدم التداخل في المهام وعدم التداخل ويجب على كل وزير يعني إحنا الآن الوزير هذا يدير ميزانيات بالمليارات نعم ويقدم خدمات من خلال الوزارة المعني فيها لملايين المواطنين في المملكة العربية السعودية قد يكون هذا الوزير لم يدر في حياته أكثر من خمسة ستة سبعة ثمانية مليون عشر مليون ولم يدر أكثر من عشر خمسة عشر شخص بينما هو الآن يدير مثلا ألاف الموظفين ويقدم خدمات إلى عشرات الملايين في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد يجب أن يكون الوزير على قدر المسؤولية وعلى قدر الكفاءة وعلى قدر المامول وإلا أن تصبح الأمور الرغبة لا تكفي أنك أنت تصبح وزير الرغبة لا تكفي أنك أنت تريد أن تخدم الرغبة لا تكفي أنك أنت تعبر عن آلامك في مجالس خاصة أو في طموحك في مجالس خاصة يجب أن تستعين بكفاءات معك في الوزارة يجب أن تختار الأكفاء في الوزارة من وكل الوزارة إلى مدر الإدارات إلى كذا لأن هذا هدف سامي وميزانيات طائلة تنفق إذا لم تعد بالمردود فهي تباثرة هبا أتمنى لكل الوزراء وكل المسؤولين كل التوفيق ولكن المملكة العربية السعودية وابناء المملكة العربية السعودية ورغبة قيادة المملكة العربية السعودية ومثلة بسيدي خادم الحرم الشريفين وسمو سيدي والإعادة أن تحقق الرفاهية في أسمى معانيها لأبناء وبنات المملكة العربية أن يحقق الأمن في أسمى معانيه لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية ونحن نلمس دائما الفرح لدى كل مسؤول من قيادة المملكة العربية السعودية حكامها من رحمة الله عليه الملك فهد إلى رحمة الله عليه الملك خالد إلى رحمة الله عليه الملك فيصل إلى رحمة الله عليه الملك السعود إلى رحمة الله عليه الموحد المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز وهم لديهم رغبة قوية ويسعدهم ويفرحهم كل ما يخدم ويعز مواطن المملكة العربية السعودية نعم أخيرا باختصار أستاذ محمد يعني إذا ما تحدثنا عن دور المواطن والمسؤول والحفاظ على الميزانية تبرز يعني مباشرة دور هيئة مكافحة الفساد في قضية المحافظة على الميزانية ومتابعة المشروعات يعني بدنا نعلق على دور وجهود يعني هيئة مكافحة الفساد هل هي تقوم بدورها أم أنها بحاجة إلى مزيد من بذل الجهد في هذا الجانب هي بالتأكيد بحاجة إلى افتتاح فروع لها في العديد من المناطق وليس التركيز على المدن الكبيرة الهيئة قامت بجهود فاعلة في الأيام الأخيرة بس بحاجة إلى تسريع مشروعاتها هي ليست فقط هيئة الفساد من يتولى عملية المتابعة هناك هيئة الرقابة والتحقيق هناك جهات أخرى بس يمكن الشيء الجميل في نهاية عام 2014 أنه شفنا أصبح تنفيذ العقوبات على الأرض يعني يمكن أنا من متابعتي الصحفية في أكثر من موقف هناك يطلع أخبار أنه وزارة الشؤون الإسلامية على سبيل المثال تقوم بسحب مشروعات تأخر منفذيها في التسليم يتم سحبها وزارة النقل من خلال جولات مباشرة في مشروعات ما بين المدن يتم السحب الفوري من هذا المشروع على الأرض صحيح فهذه طبعا بوادر جميلة من قبل وزارة أنفسها بالضبط يعني هي طبعا الجهود لما تتكامل الجهود الحكومية وجهود أيضا الجهات الأخرى الشبه الحكومية بالتأكيد يكون في نجاح صحيح لكن احنا أيضا يعني عفوا لو سمحتي لي لا نحمل الجهات الحكومية المسؤولية كاملة في العادة أي مشروع لما يطرح هناك طبعا منافسة وهناك عروض وفي النهاية من يتولد تنفيذ هي الشركات وطنية فكون هذه الشركات لم تقوم بواجبها فلا أنه نحمل الدولة والجهات الحكومية المسؤولية جميل وصلنا إلى الختام أشكرك جزيل شكر الأستاذ خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية سابقا شكرا لك أيضا أشكرك جزيل أشكر الأستاذ محمد العيدروس رئيس قسم الشؤون المحلية في جريدة الجزيرة شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى الختام إلى اللقاء